ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في محافظة بورسعيد والتي احتفلت اليوم بعيدها القومي كما التقى وزير الأوقاف بعدد من قيادات الدعوة نتبه بمناسبة مروري 64 عاما على رحيل جوند الاحتلال والانتصار على العدوان الثلاثية عام 1956 بورسعيد تحتفل بالعيد القومي بمشاركة عدد من المسؤولين وأهل المحافظة مؤكدين أنه كما قدمت في الماضي أموذجا لعظمة وقوة المصريين تضرب الآن أرواع الأمثال في تقدمها نحو المستقبل في مختلف المجالات التنسيق مع السيادة المحافظ هناك تم خلال الفترة الماضية افتتاع عدد من المساجد الكوبا الجامعة اليوم بيتم تطوير المسجدين وإن شاء الله المحافظة بتشرع في عمل مسجدين أحدهم هيكون واحد من أكبر المساجد الموجودة في منطقة القناة اللي لم يكن أكبرها إن شاء الله وإحنا بنشكر السيد المحافظ على تعاونه الكبير مع موضوع الأوقاف ودعمه للسادة الأئمة وإحنا نرده شوفنا ولاحظنا الاهتمام والالتزام الكامل بالضوابط الإجرائية في المسجد بنشد على أيدي السادة الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف وبنؤكد كما أكدت في خطرة الجمعة أن الالتزام بهذه الإجراءات واجب شعع ووطني وإنسان بيتعاون وصد جامد جدا بين محافظة بورسعيد ومديرت الأوقاف في أعمار المساجد وفي بناء المساجد الجديدة والأهم من كده كمان في أعادة بناء الوعي اللي الأئمة مهمة مديرت الأوقاف في محافظة بورسعيد بيبشروا هذه المهمة بتفاني وبقدرة عالية جدا على التواصل مع المواطنين وخلال الآؤونة الأخيرة تأتي التأكيدات أن ما تشهده بورسعيد الآن من نجاحات في القطاعات كافة لم يكن يوما سوى حلم بات الآن حقيقة على أرض الواقع إن شاء الله ربنا هيكرمنا من الوباء وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن تحت كيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونهاية في ظل مشروعات ناجحة تشهدها بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية تبقى الحقيقة الثابتة أن معاول البناء يجب أن تبقى مشهوذة دائمة في عيدها القومي الرابع والستين المدينة الباسلة بورسعيد تتزين بافتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرضها وتحتفل في وجود عدد من المسؤولين لكن بتطبيق وحرص للإجراءات الاحترازية الرادعة لانتشار كورونا من مدينة بورسعيد ولدهيكل النيل